إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام نستأنف دروسنا بإذن الله عز وجل في الرسالة القيمة العظيمة التي تتحدث عن صورة الفاتحة هذه السورة التي ذكر فضلها فيما مضى من الدروس وأن صورة الفاتحة لصيقة بالمسلم لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال فهو يكررها ويرددها في صلاته في كل ركعة من ركعاتها فيجدر بكل مسلم أن يفهم معانيها وأن يعلم ما دلت عليه لأنها جمعت ما في القرآن ولذلك سميت أم القرآن حديثنا اليوم في قوله عز وجل في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم الذي يطلب المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديه إياه في كل ركعة المسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني يا ربي اهديني الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم وما هي عوائق السير على هذا الصراط المستقيم ومن هم أهل الصراط المستقيم هذه كلها يجب أن يعرفها المسلم ليكون فعلا على الصراط المستقيم قال الشيخ وحفظه الله عز وجل والحديث على الصراط المستقيم وهو من هدايات هذه السورة المباركة ينحصر في النقاط التالية يعني بشي تحدث على الصراط المستقيم لهو من هداية سورة الفاتحة يعني كين حصر فعدة نقاط أولا الهداية إلى الصراط المستقيم منة الله يعني رقم واحد أن الهداية من من الله الله عز وجل يهدي من يشاء اسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ثانيا ما هو الصراط المستقيم يعني شنو هو الصراط المستقيم اللي المسلم كيطلبوه في كل ركعة من ركعات الصلاة لابد انسان يعرفوه باش يسلكوه باش ما يكونش كي يقول يا رب يهدينا صراط المستقيم وهو لا يدري ما هو الصراط وهو خارج عن صراط المستقيم يمنة أو يسره ما هو الصراط المستقيم ثالثا عوائق السير على الصراط المستقيم يعني هذا الصراط عنده عوائق يعني يعني في الطريق دياله كين أمور كتصرف لإنسان عن هذا الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم هو طريق طويل موصل إلى الله عز وجل ولكن على هذا الطريق كين عوائق يعني أمور كتصد وكتصرف بحيث تجعل الناس يحيدون عن الصراط المستقيم يمنعوا شمالا فلابد المسلمين أن يعرفها ليحذرها رابعا من هم أهل الصراط المستقيم يعني شكونا هم هذو اللي احنا في الفتحة نقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم من هم أهل هذه الصراط المستقيم لنكون على طريقهم لننجو ولنسر على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بالسير عليه قال حفظه الله تعالى أولا الهداية إلى الصراط المستقيم منة من الله الله هو الهادي يهدي من يشاء ويضل من يشاء قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالهداية بيده سبحانه وتعالى فما أحوجنا ثم ما أحوجنا ثم ما أحوجنا إلى أن نديم سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم يعني إذا كان الصراط المستقيم بيده سبحانه بيده هو الذي يوفق من يشاء من عباده إليه فإذا نحن في حاجة فأمس الحاجة أننا كل وقت حين نطلب الله سعالى بشي هدينا الصراط المستقيم وفي دعاء القنوط اللهم هدني في من هديت يعني نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يجعلنا من أولئك الذين هداهم الله هداهم الله وقد أهد الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الأنبياء والصديقين والشهداء ولذلك قال الله عز وجل في صورة الأنعام بعدما ذكر جملة من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني هؤلاء اللي هداهم الله تعالى ومشاء الصراط المستقيم واقتد بهداهم اتبع سبيلهم فإذا نحن ندعو فنقول اللهم هديني في من هديت اللهم هدين في من هديت وفي حديث علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد وفي حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق أي يوم الأحزاب اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هذه أدل كلها كيجيبها الشيخ حفظه الله تعالى ليبين لك أن الهداية من الله ليس لهداية بحول دينا أولا بالقوة دينا أبدا إنما هي محظو توفيق من الله ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت مهتدينا لا تصدقنا ولا صلينا فالهداية بيده وهو سبحانه يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم وإن لم يهديك ربك إلى صراطه المستقيم ضللت في هذه الدنيا لأن الدنيا مليئة بالفتن ومليئة بالصوارف كالشيطان وقرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء هذه كلها صوارف وكلها تصد العبد عن الصراط المستقيم الشيطان الرجيم وقرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء ولهذا قال من قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجى كيف نجى ليس العجب ممن هلك كيف هلك يعني ضل على الصراط المستقيم وهلك وضاع مع الضائعين والعياذ بالله قال لك هذا ليس عجب هذا ليس هو اللي كانت تعجب منه أكثر إنما العجب ممن نجى كيف نجى اللي نجى من هذه كثرة الصواد وكثرة الأمور الملهية التي تصدك عن الصراط المستقيم ومع ذلك نجى هذا هو العجب منه نجى في ظلمات هذه الفتن من شركيات وبدع وخرافات ومعاصي ومنكرات وشهوات وملذات الدنيا ومع ذلك نجى من كل هذا ومشعل الصراط المستقيم هذا هو الذي يتعجب منه قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجى كيف نجى لأن الصواد كثيرة ولا عاصمة من أمر الله إلا من رحمه إلا من رحم الله والهداية منته سبحانه وتعالى فأنت تعرف نفسك بأنك فقير إلى هداية الله لك وأنك بحاجة أن يهديك ربك سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم إذن هذه الفقرة الأولى من هذه النقاط التي ذكر حفظه الله تعالى وهي الهداية إلى الصراط المستقيم منة من الله إذن تتعرف بأنك محتاج إلى أن يهديك ربك في حاجة إلى أن يهديك الصراط المستقيم وأن يبعيدك عن كل ما يصد ومن يصد عن الصراط المستقيم ثانياً ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي لع وجاج فيه ولا ميلان ولا انحراف ذات اليمين ولا ذات الشمال هذا هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو طريق ما فيه شيء وجاج وما فيه ميلان وما عنده انحراف لا اليمين ولا يسر وإنما مستقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وسئل ابن مسعود رضي الله عنه ما هو الصراط المستقيم؟ قال هو طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره في الجنة وعلى جنبتي الطريق عن يمينه وعن شماله جواد إذن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي والجليل سوله شنو هو الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم تركنا عليه هو طريق تركناه في الأول دياله والنهاية دياله إلى الجنة يعني هات الصراط هذا هكذا من هنا إلى الجنة يوصلك إلى الجنة قال ولكن على الجنبتين دياله الطريق هذا اللي هو مستقيم كين على الجنبتين دياله طرق اليمين الشمال عليه جواد أي طرق طرق الشياطين والمضلين والملبسين والمبتدع والضلال وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط بمثل ضربه للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثلته ليوضح للناس وليبين لهم البيان الشافي ضرب للصحابة مثال فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره يعني دار خط مستقم في الأرض مسبوه هكذا وخط جوج خطوط اليمين وجوج خطوط اليسار ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم في الخط الأوسط ودار يديه في الخط الأوسط فقال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله ثم تل هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لأن الشيطان جالس للعبد في طريقه المستقيم يريد أن يأخذ به ذات اليمين وذات الشمال الشيطان الله ما نعش وما قالش وإنما هو قعد في الطريق المستقيم يعني كيحاول يحرف الناس على اليمين ما يخليهمش يمشيوا مع هذا الصلاة المستقيم وإنما يردهم اليمين ولا على الياس المهم يصدهم عن سبيل الله عن الصلاة المستقيم قال الله عز وجل في القرآن الكريم حكياً عن إبليس الرجيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني قاعد في الصراط المستقيم ويجيهم كل جهة عن اليام وعن الشمال ومن بين الأيدي ومن الخلف بمعنى في أي شيء هو من الصراط المستقيم في أي أمر من أمور الدين إلا وجيه ويصرفك بأي نوع من أنواع من الأنواع التي تصرف العبد عن الصراط المستقيم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبرة ابن أبي فاكه قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه يعني جميع طرق ديال الخير قاعد فيها إبليس وجالسة لها أي كل طريق يسلكه ابن آدم الشيطان قاعد فيه يريد أن يحرفه وأن يصرفه عن الحق وعن الهدى أي طريق ولذلك أي طريق الخير اللي كنت غادئ عليه ولقيت صدود عنه عرف بأن هذا إبليس من الشيطان هو اللي يصدك أي طريق ديال الخير القارة سكت صد عنه فاعلم بأن هذا من إبليس لأن الله عز وجل قال عنه كما سمعتم في الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثر الخلق ماتوا على الكفر بالله وعلى عدم الشكر لله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وهناك أيضا مثل آخر عجيب ذربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صراط الله المستقيم مثل آخر عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران أنا قلنا الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم الذي لا عويجج فيه طريق مستقيم ما في عويجج لا يمين ولا سيمان هذا الصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران يعني هذا هو الطريق وصور من هنا وصور من الجيال وخرا هذا صراط المستقيم فيهما أبواب مفتحة يعني في هذه الأصوار هذه اليمين والشمال أبواب مفتوحة أبواب مفتوحة في اليمين وفي اليسار في الصراط وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى ذاك الأبواب المفتوحة فيها ستور مرخاة ليس باب مغلق ولا مسدود غير كما نقول نحن الخامية ثوب نازل ستار يعني يدخل منه يدخل ولكن مستور ما تشوف ما وراءه بحال سترجم كندير له شي حاجة ما تشوف شي حاجة واللي مبر ما يشوف لكن هنا مش بحال سترجم اللي كنكون عنده الجاج هنا ما عنده له مفتوحة إلا ذاك ستر اللي مرخ اللي هو مرخي أنت ما تشوف ماذا وراءه قال وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول وفي الباب الصراط داع يعني شي واحد كيتكلم وينادي ويقول يا أيها الناس أدخل الصراط جميعا ولا تتعرج يعني داع بداية الصراط كي يقول للناس دخل الصراط وما يتمشي إياكم هذه الأبواب هذه وداع يدعو من فوق الصراط هذا في البداية أو الأخر فوق الصراط يعني يدعو كذلك فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني هذا اللي مفوق الصراط اللي كيدعي أي واحد كي يبغي باش يفتح داك الستر اللي هي مرخاه اللي كي يقول ويحك إياك يعني تفتح وراك تدخله يعني خليهم ستور وسير ومشي مع الصراط المستقيم قال عليه الصلاة والسلام والصراط الإسلام الصراط هذا اللي درب لهم مستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله الصوران اليمين والشمال هي الحدود دي الله حدود سيأتي شرحها والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله كتاب الله اللي فيه فيه أعيات يأمرنا سبحانه وتعالى وينهانا عن أمور والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم واعظ الله في قلب كل مسلم يجي دي الشماصية لا بد القلب دي الله هذا الواعي دي الله تعالى جعلوه في قلب كل مسلم هذا واعظ جعله الله منبها للمسلم في قلبه يمنعه من غشيان الحرام وهذا الواعظ قد يفسد إذا انهمك الإنسان في المحرامات ولا يهذ بالله يعني هذا الواعظ فوقش يكون يعني كينبه ساحبه وكيدعيه لما يكون حي لما يكون الإنسان يقوّل إيمان دياله ويزداد بالطاعات أما إذا معصية وراء معصية وراء معصية وراء معصية ما كيبقاش هذا الواعظ والأياذ بالله حتى هو كيف سد نعم فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يصبح ما يعرف لا معروف لا منكر يدير ربما يدير المكر يحسب لهم معروف والعكس وهذا بسبب كثرة الذنوب والعياذ بالله اللي كتران على القلب اللي كتغشي القلب ما كيبقاش يفقه كما قال الرب جل شأنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران أي غطى قلوبهم غطى بسبب كثرة المعاصية تغطى القلب ما يبقاش يفهم ويفقه ويفرق بين الباطلي والحق وبين المعروف والمنكر كلا بران على قلوبهم أي غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون أي من الذنوب والمعاصي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سوق لقلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذن في هذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد إلى در خطأ إلى در معصية ارتكب منكر در معصية إما ترك واجب ولا فعل محرم كيف يدر في القلب دياله نكتة سوداء ولا يذو بالله في القلب دياله كيف يدر نكتة سوداء فإذا ونزع واستغفر وتاب سوق إلى قلبه إلى المسلم انتابه وتاب واستغفر ورجع إلى الله عز وجل الله تعالى كي يطهر من القلب دياله هذه النقطة السوداء وذلك النقطة السوداء التي في القلب كالتمحى وكالطهر ولكن بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله لكن إلا ما تابش در هذه المعصية وما تابش منها وزاد معصية أخرى قال صلى الله عليه وسلم وإن عاد زيد فيها هذه النقطة زادت نقطة أحد أخرى وهي غادة حتى كي يغطي القلب والعياذ بالله هذه الظلمات ديال المعاصي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا الشاهد أن هذا مثل عجيب لبيان الصراط المستقيم الذي جعل مثلا أو جعل مثلا للإسلام فهو طريق المستقيم وعلى جنبتيه جداران هما حدود الله التي هي شرعه الذي أمر عباده باستقامة عليه وعدم مجاوزته كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني ذلك الصوران هما الأوامر دي الله تعالى كلها ذلك اللي أمرنا الله تعالى به هما هذا الصور هذا وهذا الصور هذا قال والأبواب التي عليها ستور مرخات تفضي بالداخل إلى الحدود المحرمة وهذه الأبواب التي مفتوحة ولكن عليها ستور هذه تفضي إلى المحرمات تفضي إلى الزنا إلى الشرك إلى البدع إلى الخرفات إلى أي شيء غير تفتح هذا الباب تدخل فيه والعياذ بالله ولهذا قال في آية أخرى تلك حدود الله فلا تقربوها فهنا المراد بالحدود المحرمات اللولة تلك حدود الله فلا تعتدوها حدود الله المقصودة هنا هي كل ما شرع الله عز وجل إذن ما تعدش فلا تعتدوها بمعنى لا تعتدي بأن تترك الواجب ولا تعتدي بأن تفعل المحرم كل هذا اعتداء الآية الثانية يقوله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها المقصود بها المحرمات إياك أن تقربها وفي الآية الأولى المراد بالحدود ما أذن الله به وشرعه وأباحه لعباده بأن لا يتجاوز ولا يتعدى قال على الأبواب ستور أي على الأبواب التي تفضي إلى الحرام ستور مرخاه ليس عليها أقفال ومفاتيح فلا تحتاج إلى معالج للدخول لأنه ما تحتاج إلى صعوبة أنك بجدخل عليها لا تحتاج إلى ذلك وهذا فيه أن الدخول إلى الحرام لا يحتاج إلى وقت كثير أو جهد كبير قال لك في هذا الحديث هنا كيبا ويظهر بأن الدخول إلى الحرام لا يحتاج إلى شيء حاجة كبيرة والعياذ بالله ضيار وكما أن في هذه الدنيا صراطا مستقيما يطلب من العبد السير عليه فإن أمامهم يوم القيامة صراطا مستقيما ينصب على متن جهنم كما أن في الدنيا كيف صراطا مستقيما اسبق اسكلمنا عليه اللي هو الإسلام دين الله يا عز وجل كله دين الله هو الإسلام هو كتاب الله هو سنة رسول الله هذا كله صراط مستقيم المطلوب من المسلمين ومن الناس أجمعين أن يسلكوا الصراط المستقيم كما أن كين هنا في الدنيا صراط المستقيم في الآخرة كين الصراط أيضا وغد يمشي عليها الخلائق كلهم وهذه الصراط لكين في الآخرة منصوب على جهنم قل عياذ بالله قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية الطريق إلى الجنة إنما هو على هذا الصراط يعني الجنة ما يمكنش يدخل لها شيء واحد إلا بعد مرة على هذا الصراط كل الناس تمروا على الصراط هذا الصراط أدق من الشعري ينصب على متن جهنم دقيق أدق من الشعر إرقاق من الشعر ونارها من تحت الناس تلظى وتتظرم ويطلب من الناس السير على هذا الصراط أسأل الله العافية يعني النار مل تحت يعني شعلة والعياذ بالله والصراط من فوقها ويطلب من الناس كلهم خصمي ديز وقد أقسم الله على ذلك وإن منكم إلا واردها فلا بد من السير على هذا الصراط لمستقيم على متن جهنم والمسلم على يقين من المرور ولكنه في شك من النجاح المسلم يقل أنه غير مر ما أسره ولكن أن دوشك وشيء جاء لما ينجش والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلا يدري هل هو من الفائزين الناجين المزحزحين أو ليس منهم ولذلك ينبغي على العبد أن يحافظ على السير على الصراط المستقيم الذي هو دين الله دين الإسلام وعدم الانحراف عنه ذات اليمين وذات الشمال إذن الإنسان مدى كي يقن بأنه غير يدوز على الصراط له وعلى متن جهنم لكن وش ينجو لا لا نخبرنا الله تعالى في القرآن بأن من ينجو هم المتقون واللي ينجي هو المتقين اللي ينجى من الصراط هناك ويمر على الصراط ويمر إلى الجنة اللي مشامع الصراط المستقيم هنا في الدنيا مشامعه هذا هو الذي ينجو ولذلك علينا أن نحافظ على السير على الصراط المستقيم الذي هو دين الله دين الإسلام وعلينا أن نحذر من الحراف عنه ذات اليمين وذات الشمال قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي لم يروغوا روغان الثعلب استقاموا قالوا شي رغوه حالثعلب أكون تشوفوا الثعلب إلا تعرفوا الثعلب تكون غادة حتى تنحرف إذن المسلم عليه أن يستقيم ولا يروغ ولا يروغ روغان الثعلب هو غادئ مع الصراط المستقيم مش هو يتلقى مع هذا المأصية أو لا ترك هذا الواجب أو لا فرط في هذا قال بمعنى أنهم ثابتون في سيرهم على صراط الله المستقيم في الدنيا فيثبتهم ربهم على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يسلك بنا صراطه المستقيم في هذه الدنيا حتى نلقاه وأن يثبتنا على أن نمر على الصراط الذي هو منصوبنا على جهنم وأن نمر عليه كالريح أو كأجاويد الخيل أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمرون بسرعة ولا يدرون عن الصراط عن النار أبدا يعني لا يمرون كالريح بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من مرورهم على الصراط المستقيم نبه الناس في الدنيا هكذا كذلك في الآخرة فكين من الناس اللي هما الناس طيبون متقون يخافون الله مجرد يسمع هذه من دين الله يطبقها لا يسأل وجه هذه واجب ولا مستحب لا مكروه ولا محرم مجرد يسمع أن الله أمره يمتثل رسول الله أمره يمتثل الله نهاه يجدنب رهاه رسول الله يجدنب يمشي مع الصراط المستقيم في كل شيء صغيرة وكبيرة سواء كانت تعلق بالصلاة بالتوحيد بالزاكة بالصيام تعلق باللبس تعلق في الجسم دياله في حياة دياله في الولائم دياله في مناسبة دياله في البيت في المجهد في الشارع في أي مكان كان ترى كثير من الناس والحمد لله هكذا أو لنقول بعض الناس لأن الأكثر يدائما هي الهالكة والعياذ بالله والأقل هم الناجون الأقل ولذلك سمعتم الآية الآن الذكر وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وأكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يعلمون فالمقصود أن من كان هذا شأنه في الدنيا مع الصلاة المستقيم وهناك والحمد لله مر سرعة لأنه كان هنا سريع واللي كان بطيء هنا حتى تتم بطيء ترى كثير من الناس يسمع الآيات يسمع الأحاديث تلقى ثقيل جدا في تطبيق شرع الله عز وجل فهناك على الصراط كذلك يكون بطيء وكي من الناس اللي يمشي مرة يحبو مرة يكبو مرة يطح مرة وينوض وتلفحه النار من هنا وتلفحه من هنا أبو واحد اللي ما شق بش ينجا بش يمشي وكي من الناس اللي هو مكردس ولا يعد بالله في نار جهنم فالمقصود أن ثباتك على صراط الآخرة هو نتيجة ثباتك على الصراط الذي هو في الدنيا صراط الله المستقيم قد ما تثبت هنا على صراط المستقيم حتى الموت وهناك تثبت أسأل الله تعالى أن يثبتنا هنا وهناك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم نافعا وعمل متقبلا ورزقا واسعا وأن يغفرنا ولكم لجميع المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر